اشتركوا في القناة توفير جميع الاحتياجات الغذائية اللازمة للانتاج او للمحافظة على صحة الحيوان تحدثنا ايضا عن ازاي هي مواد العلف قلنا اي خامة من خامات مواد العلف بتدخل فيه تكوين الاعلاف بحيث تكون صالحة للتغذية وقسمنا مواد العلف او الخامات بتاع مواد العلف الى مواد علف مركزات نباتية ومركزات حيوانية قلنا في المركزات اللي هي النباتية قلنا زي الحبوب زي البكوليات زي الاملاح المعدنية زي الاضافات الغذائية زي مخلفات عصر الزيوت زي مخلفات المطاحن زي مخلفات مضارب الارز او المضارب اللي هي موجودة بيستغرب منها البزرة فباخد المواد الخام اللي هي اللي تصلح لاستهلاك للانسان فبيتغذى عليها هذه الحيوانات زي ايه كمان تاني زي الاملاح المعدنية والاضافات الغذائية اللي أنا بعطيها للحيوانات وبركز هنا حضرتكم على الاضافات الغذائية اللي أنا بعطيها للحيوانات بسميها زي ايه الاضافات الغذائية انت ساعتك الصبح بتقوم النوم بتشرب كبات اللبن لو انت جيت حطيت في كبات اللبن بدل ما تحط السكر تحط معلقة عسل مع كبات الحليب اللي انت بتتناولها المعلقة العسل دي بتعتبر هي الاضافات الغذائية فيها الفيتامينات فيها الكالسوم فيها الاملاح المعدنية سواء كان فيتامين ألف فيتامين بيه فيتامين جيم فيتامين سي فيتامين دال كل الفيتامينات دي كلها بتدخل فيه هذه الكبات اللي انت بتتناولها الصبح فبيفضل طول النهار عندك الطاقة وعندك الحماس وعندك الحيوية يبقى إذن إضافات الغذائية مهمة جدا في تكوين الأعلاف بالنسبة للحيوانات طيب إحنا عرفنا عن إيه مواد العلف وعرفنا عن إيه خمات مواد العلف طيب وكونت العليقة بتاعت مواد العلف أن علقة مواد العلف اللي هي بالنسبة لحيوات اللبن بتغذى على 16% بروتين وطبعا كل المعظم البروتين الموجود عندي بروتين نباتي طيب إزاي بقى أنا في التعريف ما قلنا تعريف التغذية قلنا الإحتياجات أنا بقدم للحيوان إحتياجات وهنا كلمة إحتياجات عندي منها نوعين فيه إحتياجات حافظة وفيه إحتياجات إنتاجية فالإحتياجات بصفة عامة إزاي بقى الحيوان ده وأعرف إن الحيوان دوت عايز كم كيلو علف الحيوان ده عايز مثلا 5 كيلو عايز 6 كيلو عايز 8 كيلو هعطيه إزاي يبقى إذن هنا الاحتياجات الغذائية إزاي بقى أقدم العليقة للحيوان ودي له كم كيلو علف لتغذية الحيوان أو الحيوان ده يلزمه كم كيلو علف فالاحتياجات الغذائية هنا لمشيط اللبن إزاي بقدرها بالنسبة له حيوان اللبن وهو موجود عندي أو مشيط اللبن ما جاء أقدر الاحتياجات الغذائية بقدرها على أساس 3 نقاط أو 4 نقاط النقطة الاولانية ان انا بعرف معرفة وزن الحيوان عشان اقدر اديله الكمية الغذائي بتاعته انا قلت زي ما قلتلك انا انت موجود في عندك فيه مخزن علاقك موجود وفيه عندي الحيوانات موجودة طبعا هل هفتح مخزن علاقك للحيوانات انها تتغذى عليه لا انا عندي سجلات موجودة وتحدثنا عنها قبل كده هذه السجلات بستخرج منها البيانات وبطلع متوسط الاوزان بتاع الحيوانات وبدي كمية العلف حسب وزن كل حيوان يبقى اول حاجة في تقدير احتياجات الغذائية عندي معرفة وزن الحيوان عشان اقدر اقدر الاحتياجات الحافظة لهذا الحيوان كذلك ايه تاني انا عايز اعرف الحيوان دوت كمية انتاجه اليوم من اللبن يبقى دي هت النقطة التانية النقطة الاولية قلنا وزن الحيوان والنقطة التانية قلنا متوسط او كمية الانتاج اليومي للبن عشان اقدر اديله الاحتياجات الانتاجية يبقى هنا عندي هنا قططين في احتياجات حفظة وفي احتياجات انتاجية اما بجمع الاتنين مع بعضيهم بسميها الاحتياجات الكلية يبقى اذا هنا الحيوان هيتطلب عندي حاجتين اتنين او هو هيستفاب مني حاجتين اتنين او ان انا هقدر له التخزيه عن طريق حاجتين اتنين وزن الحيوان وايضا الانتاج والحيوان من اللبن اليوم بجمع الاتنين على بعضيهم وبقول له انت عندك هتخد مثلا حوالي 5 كيلو علف او 8 كيلو علف او 10 كيلو علف نفترض الخمسة كيلو علف هياخد مثلا منهم 3 كيلو مادة حفظة يعني بيقدر يحفظ جسم الحيوان يقدر يتحرك ويقدر يشتغل ويقدر ينشط ويقدر ان هو يحافظ على جسمه بحيث ان هو ما يخصش يبقى دي كلها عليقة حفظة طبعا انا عايز ازود كمان تاني عليقة انتاجية يبقى الاتنين كيلو دول بسميهم عليقة انتاجية يبقى 3 كيلو عليقة حفظة مع اتنين كيلو عليقة انتاجية ازاي بقدر كمية العلائق بالنسبة للحيوان ان انا بحسب له متوسط الوزن بتاعه زائد اللي هو كمية انتاج الحيوان من اللبن اليوم فالاحتياجات الحفظة بالنسبة للحيوان هنا بتعني ايه بتعني ان انا اشوف الحيوان ده هو تحياخد مني قد ايه علف في اليوم وبحسبها ازاي بحسبها على اساس ان واحد في المية من وزن الحيوان احنا قلنا ان بقدر كمية الاكل او كمية الغذاء الحيوان حسب وزن الحيوان يبقى لو الحيوان كان عندي ربعمائة كيلو وبديله واحد في المية من الربعمائة يبقى بديله اربعة كيلو علي في اليوم دي عليك ايه دي عليك حافظة وان العليقة الحافظة كمية الغذاء اللازمة لتناول الحيوان من الغذاء لكي يحافظ على نموه وما يخصش او ان هو محصلش له ضعف او هزاء فكمية الغذاء اللي هو العليقة الحافظة بديها بمتوسط واحد في المية من وزن الجسم عشان يقدر يقوم هذا الحيوان بالمجهود العضلي او المجهود البدني ويقدر يعمل عملية النشاط داخل القطير الاحتياجات الانتاجية بقى احنا كده عرفنا الاحتياجات الحافظة طب الاحتياجات الانتاجية الاحتياجات الانتاجية بتعني هنا ان المواد الغذائية او كمية الغذاء التي يستعملها الحيوان او التي يستهلكها الحيوان في انتاج اللبن هذه الاحتياجات بتتوقف على ايه بتتوقف على مساحة جسم الحيوان وبقدر أقدر الجزء المعرض من جسم الحيوان من الواجهة العملية فبقول إيه فبقدر حسب كمية اللبن التي ينتجها الحيوان يوميا وأيضا بقدر نسبة الدهن فيه اللبن الناتج دي كلمة جديدة يعني زي أنا عرفت مثلا هنا هقدر كمية اللبن هو أنتج مثلا حوالي 10 كيلو لبن طيب كل كيلو لبن هينتجه الحيوان بخلاف العليقة الحافظة هيحتاج قد إيه مني عليقة إنتاجية يعني هزود له قد إيه طيب في حاجة تانية هنا خطرة على برنا كمان تاني اللي هي نسبة الدهن إزاي هل لما نسبة الدهن لها علاقة بالعليقة الإنتاجية التي تقدم للحيوان معظم المزارع بتعمل إيه في حكاية نسبة الدهن فيه اللبن الناتج ودي هنشوفها مش هنسبق شوية قدام هنعرف إزاي بقدر على أساس نسبة الدهن فالإحتياجات الإنتاجية هنا بتحسب على أساس كيلو جرام لبن به نسبة دهن 4% لو أنا عندي كيلو جرام لبن حيوان أنت كيلو جرام هو طبعا الحيوان بمتقش كيلو جرام حيوان ممكن أقل متوسط حيوان بقى من 10-15 كيلو إلى 20 كيلو وفي بعض الحيوانات اللي هي الأصيلة زي ما احنا عارفين معنا مع بعضنا وشرحناها في بداية الفصل الدراسي الأول قلنا فيها حيوانات بتديني 30-40 كيلو لبن في اليوم أو 50 كيلو لبن في اليوم زي الهولوشتاين أو زي البرون سويس أو زي الفريزيان الأمريكي كل دي شلالات أصيلة في إنتاج اللبن بتعطي كميات عالية من اللبن فبقدر نسبة البروتين المهضوم زائد 1% دهن بتحتاج لنص كيلو جرام أو 5 من عام المية كيلو جرام معادل النشا بيحتوي على 10 جرام بروتين طب عشان أسهل الكلام ده كله بعمل إيه بقول يمكن تقدير الاحتياجات الغذائية على إن كل كيلو جرام من اللبن يعني كل كيلو جرام منتج من اللبن بيلزموا قد إيه علف مصمع بيلزموا نصف كيلو جرام علف مصنع كعالية إنتاجية بجانب التغذية على البرسيم أو التغذية على السلاج أو أي مواد علف أخرى تتطرق إلى الحيوان بعد ما عرفت الاحتياجات الحفظة أو الاحتياجات الإنتاجية من معادل النشا بالنسبة أو معادل البروتين المهضوم بالنسبة للحيوان فبجمع الاتنين مع بعضهم ويقول له الحيوان بيحتاج حوالي عشرة كيلو علف في اليوم يوميا بالسمراء طيب دي بقدرها إزاي إحنا قلنا إن كل كيلو جرام بدي له نصف كيلو جرام علف طيب لو الحيوان ده وقت هيخش بعد كده تاني في مرحلة حمل يبقى إذا لازم أزود كمية العلف بتاعه عشان خطر أقول إن الجميع بيقدر يتغذى على جسم من جسم الحيوان في صورة اللي هو صورة المشيمة يعني غذاء مهضوء فبيحتاج لعناية أكتر وبيحتاج لغذاء أكتر من الحيوان عشان الحيوان بعد كده ما يحصلش له عملية كساح وخمول ويصاب الأمراض زي الأمراض اللي هي تبعا بتبقى منتشرة وسببها مقص اللبن زي أمراض الكالسو بعد كده تاني إذا كانت الماشية عمرها أقل من 6 سنوات بتضاف الاحتياجات اللازمة لها لكي تغطي الاحتياجات الحافظة بقدر الإمكان من المواد العلف الخشدة اللي هي المتاحة موجودة عندي بنسبة كم؟ بنسبة 2% من الوزن الحي أو السلاج بنسبة 6% يعني لو افترض الحوايا المزن ومسلا 100 كيلو في 6% بديله 6 كيلو سلاج ساعة أحيانا في بعض الأحيان بيصل السلاج إلى 25 كيلو سلاج في اليوم وفي الفترة دي بيكون هو مفيش عندي برسيم فبقدر بعوض كمية البرسيم بكمية السلاج اللي هي موجودة داخل المزرعة طيب بتعطي نفس المقررات منفردين أي 1% دريس زائد 3% سلاج من الوزن الحي ولكن يمكن إعطاء الأعلاف الخضراء في حدود 10% من الوزن الحي بالنسبة للحيوات أنا دايما بتترج بقول 1% 10% 10% 1% من الوزن يبقى إذن كده دخلت أنا في العليقة العليقة الحافظة بالسمرار العليقة الانتاجية من الحاجات دي كلها مقابل كمية اللبن اللي هو بينتجها لي الحيوات طيب أنا بدي أشي بنسبة كم بدي أشي بنسبة 1 إلى ساعات في بعض الأحيان بتترك إلى 1% من وزن الجسم طيب أنا عرفت يعني إيه احتاجات غذائية الحاجات دي أو الغذاء ده هقدمه في إيه هقدمه عندي طيب أتكلم على التغذية والإحتاجات الغذائية في عندي نوعين في عندي المعالف وفي عندي المساكي يعني المية يبقى أنا هتكلم على العلف لأن المية بتخش من تكوين الأغذية أو من الإحتاجات الغذائية بالنسبة للحيوات الألواع المعالف في عندي معالف بتبقى متخصصة جدا في الإنتاج الحيواني هضع العلف فين حتة يبقى إذا بدع العلف في المداود باللفز اللي هو البلدي أو الطوائر اللي هي بوجودة أمام الحيوانات أو بتبنى في وسط الحزائر أو على حسب النظام المزرعي اللي هو متبع داخل المزرع طب المعالف دي أو الطوائر دي أو المداود دي اللي ارتفاع بتاعها بيكون قد إيه من جهة الجدار بتقول 75 سنطي بالنسبة للأبكار البلغة 50 سنطي بالنسبة للعجول حوالي 30 سنطي لأن طول المقدمة بتاعة العجل اللي هو الصغير مش زي طول المقدمة بتاعة الأبكار الكبيرة أو الحيوانات اللي هي كبيرة عشان خطرها دي خلي دي 75 سنطي وخلي دي 50 سنطي وخلي دي 30 سنطي اللي هو ارتفاع الطوائر كذلك أيضا العرض الداخلي للمعالف بالنسبة للأبكار بيكون حوالي 60 سنطي للأبكار البلغة وبتكون العجول حوالي 40 سنطي يعني المكان أو الحيز أو المدود أو الطوالة اللي هيبدأ أننا بحط فيها العلف بالنسبة للحيوان وفي بعض المزارع بتخلي الطوالة بتبقى سايحة خالص ما فيش فواصل في النص بيقدر يتغزى الحيوان لأن طبعا في دي في الحوش أو المزالات اللي هي الحرة أو التربية الحرة اللي هي التربية الطليق أدنى عمكة للمعالف بيكون 40 سنطي للأبكار البلغة والعجول بيكون حوالي 15 سنطي دي كلها المقاييس الخاصة بالمعالف زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة ما بقولك ما فيش حواجز بين الطوال بتكون التفاح حوالي 75 سنطي من جهة الجدار وحوالي 50 سنطي من حيث مقدمة الحيوان وبكونش فيها فواصل خالص نهائي عشان أضع المواد الخام الأخرى زي مثلا زي البرسيم البرسيم يعتبر مادة خام وما بيحصلش عليها أي نوع من التغيير أنا بجيبه من المزرعة وقدمه للحيوان ما بيحصلش إن أنا أصلا بخلط حاجة على البرسيم إلا حاجة واحدة بس بخلطها على البرسيم يعني مثلا لو كان فيه أثناء الندى أو فيه أثناء فيه رضوة في البرسيم فبضطر في اللحظة ده وبخلط الأش الرز يبقى ما ينفعش إن أنا أعمل حواجز داخل الطوال بتاع الأعلاف جزلك إيه تمام عندي عندي المساقي يعني المساقي فيه عندي نوعين من المساقي بالنسبة لحيوانات اللابة اللي هي موجودة عندي فيه نظام بيعمل إيه في داخل المزرعة لو أنا كنت هجمع كل حشتين مع بعضيهم ففي اللحظة دي بعمل أحواج للشرب لو أنا عندي إن أنا فيه نظام المزرعة وبيبقى نظام سابت بسميه خط اسمه خط ساقي قالي يعني إيه الكلام ده هنشوفه الكلام ده خط الساقي الآل بخصص لكل حيوان فيه خط الساقي الآل فيه المربع بتاعه أو في المكان بتاعه أو بجانب المعلف عبارة على المسكة هذه المسكة بتكون حوالي ستين إلى تمانين سنطي بيكون مربع فيها مابض وبيكون فيها مزوب بسمام ويكون فيها لسان حديدي بحيث الحيوان يضغط على اللسان حديدي بينزل الماء أوتيماتيك على طول تلقائي زي إيه زي الكلمن اللي هو موجود في المساجد وفيه المحطات اللي هي موجودة أنت بتطغط عزرابي ينزلك الماء اللي هي موجود نفس الفكرة نفس الطريقة الحيوان سعب ما بيخش يروح داخل على المسكة اللي هي الاوتوماتيك يروح ضاغط إلى أسفل يحط بوزه في قلب المسكة تبسل يروح ضاغط على اللسان سيروح نزل الماء يبقى إذن في اللحظة ده الحيوان ما بيبهدلش الماء أو ما بيصرفش فيه كمية الماء الموجودة عندي فيه الحزيرة وبيكون الارتفاع هذا المشرب أو هذا المسكة الاوتوماتيك حوالي 65 سنتي وبتوصلها عن طريق خط سقي آلي أو عن طريق خرطين موجودة في داخل الحزائر لكن أحواض الشرب عادة بتبنى من الأسمنت وبيكون أحواض الشرب من 200 إلى 300 سنتي يعني من 2 متر إلى 3 متر العرض بتاعه بيكون 40 إلى 50 سنتي اللي ارتفاع بيكون حوالي من 60 إلى 70 سنتي وبراحز دايما في الأحواض الشرب دية لازم أعمل عملية صيانة دورية أو تجديد للماء الموجود في قلب الأحواض عشان ما يحصلش إن فيه عندي فطريات أو طحالب بتنشط وتنمو فيه هذه الأحواض وفي نفس الوقت إنها بتنقل الأمراض المعدية أو الطفلات الداخلية إلى جسم الحوالي بقى لازم أطهرها بصفة دورية كل 10 تيام كل 15 يوم لإنه بيبقى فيه طحالب موجودة فلازم أو كواقع يبقى أنا بتخلص من الكلام ده كله إن أنا بتطهرها كل 10 تيام أو كل شهر بكتير بوفر الماء النظيف المتجدد بالسبرال سواء كان فيه الأحواض الشرب اللي موجودة وفي نفس الوقت إن يكون الشرب بيكون وقت الحاجة وتوفير العمالة حسب احتياجات حيوانات اللبن من الماء طيب بالنسبة للجموس والأبكار بيحتاج قد إيه كم لتر ماء في اليوم في الطبيعة بيحتاج حوالي 35 لتر ماء يوميا زاد 2.5 لتر ماء لكل كيلو جرام من اللبن اللي هو المنتج بس كمية الماء دي اللي هو بيحتاجها 35 كيلو أو 2.5 كيلو جرام لكل كيلو جرام لبن دي بتختلف إيه؟ طبعا في الشتاء بتختلف عن الصيف أو الصيف بيختلف عن الشتاء كل ما بيزيد درجة الحرارة بالنسبة ليه الجو اللي هو موجود فبيحتاج الماء لأكثر طب ليه كمان تامي؟ طبعا انت عارف ان في الشتاء الحيوان بيتغزى على العلائق الخضراء والعلائق الخضراء كلها مرتفعة في نسبة البروتين وايضا مرتفعة في نسبة الماء يبقى ايضا هو مش محتاج ماء كتير زي ساعدتك بالزبط انت في الشتاء مش محتاج ماء كتير لكن في الصيف بتشرب أكثر من انك ايه بتستهلك الأكل بسرعة يبقى انا بيحتاج 35 لتر ماء في اليوم زي 2.5 كيلو جرام لكل كيلو جرام منتج داخل المزرعة بالنسبة للحيوان حسب احتاجات حوات لبن من الشتاء اذا كان 35 لتر في اليوم او 2.5 لتر كيلو جرام لبن لكل كيلو جرام لبن يومي الاحتاجات دي زي ما قلنا قلنا بتختلف حسب فصل السنة فتبتزيد في الصيف عن الشتاء لارتفاع درجة الحرارة الحالة الصحية بتاع الحيوان طبعا الحيوان اللي هو السليم صحيا هيشرب اكتر من الحيوان اللي هو بيكون مريض كذلك نوع الغذاء بيزيد شرب الماء بالنسبة للحيوان لو الحيوان ده هو تغزى على عليقة جافة زي بتحدسنا عن العلائق الخضراء العلائق الخضراء بيكون فيها ارتفاع نسبة الرطوبة او نسبة الماء لكن هناك ارشادات انا بقول احتياجات غذائية هقدم عليها حفظة او هقدم عليها انتاجية لكن انا عندي مفهود فيه ارشادات اما اجا ارعيها اما اجا غذي او اقدم التغذية لحيوانات المزرعة لو انا جيت ارغب في تكوين عليها لحيوان ما لازم اعرف الحالة الانتاجية التي بيمر بها الحيوان وكذلك اعرف العمر بتاعه وكذلك انا اشوف برضو كمية الانتاج اللبن اللي هو بيبدأ ان الحيوان انه هو بيعطها لي او بينتجها لي داخل المزرعة سواء كان في مرحلة النمو او في مرحلة تعدادها الى البلو كذلك الحصول على وزن الحيوان الحي يبقى لازم احصل على وزن الحيوان الحي والذي يفضل ان يكون الوزن دوريا يعني ايه دوريا انا حيوانات اللبن بنقول ان حيوانات اللبن المفروض باوزنها كل شهر بستمراء لكن انا المفروض اصلا كل خمسش اليوم لازم اوزن حيوان اللبن مش بغرض هنا التسمين لا بغرض تأدير الاحتاجات الغذائية لان انا بدي له العليق الحافظة بنسبة واحد في المية يبقى من وزن الحيوان يبقى لازم اوزن الحيوان لكن العليقة الانتاجية احنا قلنا لكل كيلو جرام لبن بدي له نصف كيلو جرام اه من العلائق اللي هي الموجودة المركزة بجانب التخزي على البرسيم والمواد الاخرى يفضل دائما ان انا اعدل المكررات الغذائية كل اسبوع مع مرعاة ايه ان انا بحسن النتائج اللي موجودة عندي يعني النهاردة هيحلب لي حمالي عشرين كيلو لبن بكرة عشر كيلو بكرة بعده خمستاشر بعده مثلا تلاتين يبقى اذا الكمية عندي مستبتة بالصمراء فانا بشوف مكررات الحيوان حزب الانتاج المزرعي اسبوعيا او شهريا او كل عشر تيام بل مش عايزة تخطى اقولك انه كل يوم تشوف انتاج الحيوان من اللبن وتقدر انت تغذي هذا الحيوان بالكمية التي يحتاجها هذا الحيوان ايضا يجب التصحيح دائما بالنسبة لكل صالح الحيوان يعني ايه ان اصحح لصالح الحيوان يعني انا مظلمش الحيوان يعني ايه مظلمش الحيوان انا افترض ان في عندي حيوان مثلا انتاجه عالي جدا من اللبن وانا اهملته في التغذية هل الحيوان ده هو تحيديني انتاج مربح او انتاج غزير لا تبقى لو جيت اديتك مثلا 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 اه بسيط سواء انت كنت مهندس او انت كنت دكتور او كنت طبيب او كنت اي نوع اه لو انت عندك بزرة اي بزرة من البزور اللي هي بتزرحها والبزرة دي اتحاويتها عالية واربعة وعشرين رات ومية مية وجيت البزرة دي انت حطتها او وضعتها على طريق او في ارض اسفلت او على بلاط هل البزرة دي هتمبت يبقى اذا البزرة هيا مش هتمبت يبقى ناخد من الكلام ده نقول ايه ان افضل التراكيب الوراسية لن تؤدي الى احسن النتائج في القطعان الا اذا توفرت الظروف الباقية يعني ايه الظروف البيئية عندك الحرارة الرطوبة العمطار الرياح كل الحاجات دي كلها التغذية من دمن العوام البيئية عند حيوان عالي انتاجه جدا من اللبن لكن انا ما بغزهش كويس لكن هو تركيب الوراسية كويسة وانتاجه حلو تمام تمام بس انا ظلم هذا الحيوان يبقى انا لازم اعرف تركيب الحيوان ده هو التركيب الوراسية بتاعته وبقدر اعرف كمية انتاج الحيوان ده من اللبن عشان اقدر اغطيله كل انتاج من اللبن يبقى انا افضل التركيب الوراسية لن تؤدي الى احسن النتائج في القطعان الا اذا توفرت الظروف البيئية اللي كان يمكن إظهار التركيب أو الحيوان يظهر مدى إمكانيات التركيب الوراسية اللي موجودة داخل هذا الحيوان لكن لو عندي حيوان ضعيف والحيوان ضعيف بتديلي 2 كيلو لبن أو ما تديلي 10 كيلو جرام علف إمكانياته الوراسية محدودة هو ضعيف عمل زي إيه كمان تاني عمل زي أنا أستاذ كمبيوتر وأنا تمام التمام أو ساعدتك أنت أستاذ كمبيوتر وروحت في مكان ما فيش موجود فيه الكمبيوتر بس أنت دماغك عايز يشتغل تبا أنت ما عندكش الجهاز اللي هو موجود عشان يقدر يظهر لك أو يطلع لك الكفاءة الوراسية اللي هي موجودة عندك نفس النظام هذا الحيوان بقى أنا عندي حيوان عالي في إنتاجه من اللبن في نفس الوقت بديله إنتاج برضو عالي لحد ما وصل للحيوان للميكس مامي بتاعه بديله قبل كل كيلو علف بديله نصف كيلو جرام قبل كل كيلو لبن بديله نصف كيلو جرام من العالم خلاص ببدأ أعلى 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 مع الحيوان لحد ما يوصل للميكس مامي بتاعه خلاص يبقى الكمية ديت موازنة الكمية ديت يبقى هو ده الطاقة الإنتاجية بتاعته أو الكفاءة الوراسية خلاص هو وقف لحد كده في إنتاجه من اللبن كذلك تخزية الحيوانات تخزية الحيوانات لابد أن يكون تخزية فردية تبقى أنا لو ما أددش أوفر التخزية الفردية بالنسبة للحيوانات يبقى لازم أقسم الحيوانات اللي هي موجودة عندي داخل المزرعة حسب مستوها الإنتاجي بمعنى إيه لو أنا سعدتك عندي مثلا حوالي خمسين حيوان موجودين داخل المزرعة وبيحلبوا هل الخمسين حيوان بيحلبوا كلهم في وقت واحد طبعا استحالة هتلاقي عشرين حيوان بيحلب في بداية الموسم عشرين حيوان أخرى بيحلبوا في متوسط الموسم عشر حيوانات جفة يبقى أنا ما جاء أقسم التخزية أودي التخزية يبقى أنا في اللحظة دي بعمل إيه يبقى بضع الحيوانات اللي هي مستواها عالي من إنتاج اللبن أو مستواها سابت مع بعضيها عشان أقدر أعطيها كل المكررات الغذائية اللازمة للحيوان والحيوانات اللي هي متوسط الإنتاج أو معها في مراحل الحمل بعزلها في حوشة أخرى متقربة مع بعضيها دي كلمة إعطاءها مكرراتها كل على حدة حتى تحصل كل رأس على نسينا العليقة كاملة غير إن إذا كان القطيع كبيرا فإنه يمكن تقسيمه زي ما قلت لساعدتك وشرحت لساعدتك دي الوقت طيب أما جاء غزل الحيوانات الغزل الحيوانات الغزية بديله فترة الصبح على وجبتين وجبة الصبح ووجبة آخر النهار وطور النهار بديله العلاق المالئة سواء كانت شرز أو أدان أو برسيم من هذه المكونات للحيوانات لكن العلاق الحفظة أو العلاق الإنتاجية يفضل إنما أقسمها على وجبتين وجبة صباحا ووجبة مساءة طيب في بعض المربين يقوم يقولك إن أنا بعمل حاجة عملية وكلنا عارفينها دايما بالسمرار اللي هي عملية التسهير يعني إيه التسهير إنت ساعات مثلا بتبقى مثلا أخر النهار تعشيت أو فطرت أو تغديت أو تعشيت بتيجي أخر النهار كده وإنت ساعة أو العشر بليل تسعة بليل كده بتلاقي نفسك جعلة فأنت بتاخد حاجة عشان تكلها عشان تقدر جسمك يشتغل عليها طول الليل هنا بقى نفس النظام الحيوان أنا ممكن بعد الحيوان المحالة بالحلبة التانية اللي هو أخر النهار بتديله علاقة طيبا زي التسهير وبتديله العلاقة دي بتكون من الأش الأرز أو من الأدان عشان خاطر مرور الكتلة الغذائية اللي هي موجودة داخل جسم الحيوان عشان تخرج برة يبقى أنت معاك فترة طويلة جدا جدا عشان يقدر الحيوان يشتر أو أنه هو يهدم الأغزاء لحد ما يبدأ الصبح يبدأ يهل ويبدأ يتغذى على بقية العلائق في مرحلة الهدوء عند استعمال التبني المجع غزي التبني بغزي بنسبة واحد في المية من وزن الحيوان مقدرش غزي المواد الخامل هي التبني دي تمكيضفها الحيوان مقدرش يضيف أكتر من اتنين في المية أو واحد في المية مقدرش يضيف خمسة في المية لأ واحد في المية إذا لما قلت كلمة واحد في المية يبقى واحد من الوزن الوزن 400 هتدي له أربعة الوزن عند 300 كيلو هتدي له تلاتة الوزن عند 200 كيلو هتدي له اتنين يبقى كلمة واحد في المية من وزن الحيوان يوميا على أن بخفت هذه الكمية في الصيف تاب ليه أنا بخفت العلائق دي في الشتر المجل الصيف بخفت هذه الكمية بدأ مد واحد في المية في الصيف بدأ مثلا تلت تربع في المية أو نص في المية عشان خطر ايه ارتفاع درجة حرارة الجو بتخلي الحيوان بيحجف او بيمتنع عن تناول العلائك اللي هي الجافة لان لو هو عايز يشرب مية اما يجي يشرب مية حيأكل حاجة نشفة طبعا هيرفض الحاجة النشفة اللي هو بيتغذى عليها فانا هنا بخفض نسبة التبني فيه الصيف عن الهواء لكن في الشتاء برودت الجو وانخفاض درجة الحرارة فبيحتاج الحيوان انه هو الكرشي اللي هو موجود عنده عشان يقدر يقام اللي هو المقاومة الفيسيولوجية او اللي هو التركيب الفيسيولوجي بتاع الحيوان او المجهود الفيسيولوجي ويبدأ عنده الطاقة عشان يقدر يجابه او يغطي تكاليف الطاقة اللي هي موجودة عنده الجهاز الهضمي سعته بتختلف من حيوان الى حيوان طبعا مش هجيب الحيوانات الصغيرة اللي هي لسه النموات الصغيرة زي الحيوانات اللي هي على وش عشار زي الأمهات البالغة أو زي الأبكار والجموس اللي هو الحلات طبعا بتزداد المقالقة بالنسبة لحيوانات كل ما زاد وزن هذا الحيوان لازم أنوع مصادر مواد العلف ليه أن أنا بنوع مصادر مواد العلف أنت النهاردة جيت كل يوم تفتر جبنة كل يوم تفتر جبنة هتلاقي نفسك أنت أصلا مش قابل تتغذى أي تغذية تانية يبقى إذن كل ما أنت تحسن وتغير وتنوع في مصادر العلف أو في تناول العلف بالنسبة لحيوان يقدر الحيوان أنه هو يشتهي هذه المأكلات أو هذه المواد ويبدأ يتخزى عليها ويبدأ أنه هو ينشط فيسولوجيا ويعطيك في النهاية إنتاج عالي من اللبن لازم أوفر برضو هنا العلائق الخضراء سواء كانت صيفية أو العلائق الخضراء اللي هي الشتوية والعليقة الخضراء سواء كانت صيفية أو الشتوية مهمة جدا جدا لحيوان اللبن بجانب التغذية على العليقتين اللي هي العليقة الحفظة والعليقة انتاجية أو على المواد الجاف اللي هي المألئة اللي هي الجاف زي أش الأرز أو زي الأدبان أو مخلفات البزاد كذلك أيضا براعي إما جاء أدم العليقة أو أكون العليقة تكون العليقة من نوعية العلف الذي كان عليها الحيوان قبل ذلك معنى ذلك إيه؟ أنك انتقل من عليقة إلى عليقة أخرى لازم أعمل هنا عملية تدريج للعليقة الجديدة بمعنى إيه؟ نفترض أن أنا كنت بقدم حوالي 5 كيلو علف الحيوان سواء كان قاش رز أو تبن أو علاقة مركزة طيب حييجي بعد كده الحيوان دهوت أنا ما عنديش تبن في اللحظة ده يبقى أنا لازم أقدم الأشي يبقى أقل الكمية دي وببدأ أقل أزود كمية أخرى يبقى بالتدريج أو دي بتحصل باستمرار إما جاء غزي أو أنتقل من التغذية الصيفية إلى التغذية الشتوية في البرسيم ليه هيقولنا الكلام ده كله؟ أن في بكتيريا موجودة في كرش الحيوان أو في معدة الحيوان طبعا عاسبين أن الكرش بالنسبة للحيوان أو الجهاز الهضم للحيوان فيه عند الأنفحة فيه الشباكية فيه الورقية فيه كل اللي هما المعدة المركبة بتنتقل بيكون موجود فيها الميكروبات أو اللي بتسهل عملية الإفرازات أنها تهدم السلولوز اللي هو أو المخلفات اللي هتغذى على الحيوان بتكون موجودة خاملة فيه كرش الحيوان أما يجي يتغذى هذا الحيوان على عليها أخرى بتبقى لسه ما نشاطتش هذه الميكروبات يبقى إذن لازم أدرك فيه التغذية بالنسبة للحيوان إن بغنتقل من الميكروبات إلى أخرى والفترة دي بتكون من حوالي من 10 إلى 15 يفضل برضو في التغذية الفردية بالنسبة للحيوان إن أنا بيعطيه له كمية العلف المركز وبيكون فيه مكان واحد حتى يسهل تغذيتها بالكميات الكافية كذلك أنا قلت بنقسم المكررات بتاعة العلاقة على مرتين في اليوم يعني أكتر من مرة في اليوم عشان خاطر إذا كامل بالأعلاف المستعمل على أي مصدر من المصادر النتروجينية الموجود طيب لو أنا جت بقى أنا بنقول تغذية وقلنا إحتياجات غذائية طيب إحتياجات غذائية المية هنيجي نغذي العجول اللي هي الرضيعة اللي هو العجول الصغيرة العجول الصغيرة ما تتغذية من أمهاتها يعتبر تغذية بالنسبة لك أنت هي بتتغذية من الأم تغذية تلقائية ربانية عندها اللبن موجود طيب يقعد العجل يتغذى قد إيه العجل يقعد يتغذى مثلا في بعض المزارعين أو بعض الفلاحين بيعمل إيه بيغذي هذه النتجات الصغيرة إلى مدة ست شهور المدة دي بتأثر معاك الفترة اللي هيستغرقها الحيوان في حكاية أو في مرحلة النتج الجنسي أو في مرحلة البلوغ الجنسي لكن بعض المزارع بيكون الرضاعة فيها ثلاث شهور أو لو وصل العجل أو النتاج من تسعين إلى بيت كيلو بيبدأ عملية الفترة طيب هو بيغذي إيه بيغذي أول أسبوع سرسوب وبعد كده بيغذي كمية العلف قد إيه أو كمية اللبن قد إيه بيغذي عشر في المية من الوزن بتاعه بمعنى إيه دي خصوصا بنلاقيها في الرضاعة الصناعية ودي إن شاء الله إحنا هناخدها في الفصل الدراسي التاني أو في حلقات متقدمة فيما بعد بيغذي عشر في المية من وزن الحيوان لو كان الحيوان مثلا وزنه أربعين كيلو بيدي له أربعة كيلو لبن لو كان الحيوان تلاتين كيلو بيدي له تلاتة كيلو لبن لو كان الحيوان خمسة وعشرين كيلو بيدي له اتنين ونص كيلو لبن يبقى إذن كل أسبوع أو كل شهر بيعدل من الاحتياجات الغذائية اللازمة لهذا الحيوان حسب إيه؟ حسب الوزن لأننا نحن نقول عشر الوزن يعني إذا كان الوزن مثلا تسعين كيلو بديله تسعة كيلو إذا كان الوزن تمانين كيلو بديله تمانية كيلو إذا كان الوزن ستين كيلو بديله ستة كيلو وديه كلها بيبقى فيه برنامج أصلا مخصص لتغذية العجوز الرضاعة الصناعية وفيه عندي أنظمة من هذه الرضاعة مش عايزين نختارك الموضوع كويس لأن لحظة هناخده في الفصل الدراسي التالي يبقى تخزية العجول هنا بعد الولادة بشارة تنسرسوب لمدة أسبوع بعد كده بدي عشرة أو واحد على عشرة من الوزن العجلي من بداية الأسبوع الخامس بالتدريج حتى النظام أو حتى فطاب العجلي أو حسب الحالة الصحية وفيه حاجة هنا عندي بديله حاجة اسمها البادئ ومبادئ البادئ أو الدريس بديه ابتداء من الأسبوع التالي إيه هو البادئ ده؟ البادئ ده عام زي إيه؟ الأم من دول ما تولد الطفل بتاعها بتقعد فترة عشان تعلم ابنها عشان خاطر أنه يتناول الغذاء بتديله إيه؟ هل بتديله قطعة من اللحمة موجودة تدهله؟ بتديله باكوبسكوية أو بتعمله كباية زبادي أو كباية لبن راي أي نوع من الأنواع التغذية بحيث يساعد مع الأم هذه التغذية بتكون مرتفعة جدا في نسبة البروتين عشان تعود أو تقدر تعود اللبن اللي هو بيستهلك من الأم وفي نفس الوقت بيوفر اللبن اللي هو بيستهلك من الأم أنا بتديله عشو ممكن أنا أخفض الكمية بس تديله كمية لبن أديله علف بادئ طيب العلف البادئ ده هو تنسبته كام؟ بتكون 18% بروتيب أنا برفع البروتين بزود البروتين بتاعه شوية عشان خاطر أنه هو يقدر يسدل الفجوة بتاع تركيب اللبن الطبيعي اللي هو بيتناوله هذا المولود من الأم في بعض المزارع ودي درورية جدا العجلات اللي هي موجودة داخل القطيع عندي ساعد بلاحظها بأنها بتلعك شعر بعضها إلى بعض لو لعكت هذه العجلات شعر بعضها إلى بعض بيحصل انسداد في القناة الهضمية لهذه العجول أو العجلات فبقدر بيه هي بتلعك أو بتلعك شعر بعضها إلى بعض عشان خاطر الأملاح هذه اخترقنا الأملاح يبقى إذن الأملاح الغذائية مهمة أو العناصر المعدنية مهمة جدا في تكوين العلاق بالنسبة للحواء طيب أنا أقدر أعالج النقطة دي إزاي إننا بضع أملاح معدنية في صورة أوالب هذه الأوالب بضعها في داخل الحوش عشان لو العجل أو النتاج احتاج أن هو ياخد الأملاح المعدنية فبيقدر أن هو يلحس أو يقدر أن هو يلعك الأملاح المعدنية الأولب المعدنية اللي هي موجودة في داخل الحظير لو أنا هغزي بقى الحيوانات اللي هي الحلابة أو بتكون في مراحل الحمل أو في مراحل مختلفة بالنسبة لإنتاج اللبن سواء كان في مراحل الجفاف لأن طبعا عندي دورة الحيوانات التنسلية في عندي الولادة في عندي الشبك في عندي الحمل في عندي الإخصاب كل دي دورة حيوانات التنسلية بالنسبة للحيوان يبقى إذن هنا تحدثنا عن تغذية الرضاعة بالنسبة للعجول والعجلات هنتحدث بقى عن إزاي أغزي حيوانات اللبن اللي هي موجودة عندي سواء كانت بكارة سواء كانت أمهات بتنتج إنتاج لبن سواء كانت أمهات بتنتج لبن وحمل أو أمهات في مرحلة الجفاف يعني إذا ما فيش لبن موجود عندي ودي ضرورية جدا مرحلة الحمل ضرورية جدا بالنسبة للتغذية للحيوانات لأن إنت لو مغذلتش في مرحلة الحمل بالنسبة للحيوانات هيبوح إيه اللي هيحصل لأن النتاج اللي هي موجودة عندك في داخل الرحم أو عند الحيوان في داخل الرحم هذا النتاج بيتغذى من الأم على طريق الحبل السري أو عن طريق المشيمة في صورة غذاء مهدوم أنت مغذلتش الحيوانة فبيقدر يسحب الكالسوم اللي هو موجود داخل جسم الحيوان يحصل للحيوان أنه هو في مرحلة ركود ما يقدرش هذا الحيوان أنه هو يحصل له عملية ولادة أو الحيوان ممكن ينفق عندك أو لو الحيوان ولد و24 أقاطة له عملية الولادة فالحيوان ما يقدرش يقدر يقوم على رجليه يبقى إذن عدم وكفر على الأرجل نتيجة ليه الكساح يبقى نقص كالسوم بالنسبة للحيوان يبقى ليه مهمة جدا بالنسبة ليه حيوانات اللبن فتغذية الأبكار أو تغذية البقار الحوامل بتحتاج البقار إلى كميات أكبر من الغذاء من الأبكار المجرففة ليه؟ لأنها في مرحلة نمو يعني إيه في مرحلة نمو؟ عندي عجلات لسه بقارة يعني لسه بكرية يعني هي حصل لها حمل وأخصاب أو أخصاب وحمل فلسه مرحصلت لها عملية ولادة في اللحظة ديه بتبقى لسه العجلات صغيرة في السن يعني مثلا بتكون حوالي 24 شهر أو 18 24 شهر بيبقى هنا فيه صراع بين إيه؟ بين احتياج الجنين اللي في داخل الرحم على التغذية من هذا الحيوان وفي نفس الوقت إنه بيمس كل الغذاء اللي هو موجود أنت ما غذيتش هذا الحيوان يبقى إذن هيحصل ضعف للجنين وضعف أيضاً للحيوان وممكن يصل به إلى عملية النفوء أو يصل بالأم إلى النفوء فتغذية الأم أو تغذية البقارة أثناء مدر الحمل ضرورية جداً لاحتياجات الجنين إلى الغذاء وبيقدم لها العلف الأخضر أو الدريس بشكل حر باستمرار إلى إضافة إلى إيه؟ إلى المركزات المركزات نهين بقى الحافظة أو العليقة الحافظة مع العليقة الإنتاجية وبزود هذا الكلام إما يوصل الأبكار بعد الشهر الخامس والشهر السادس فلازم أزود كمية العليقة بالنسبة لأبكار عشان بيبقى فيه صراع بين الغذة اللي هي موجودة عند الحيوان اللي هو موجودة داخل ضرع الحيوان وبين الجنين اللي هو موجود يبقى ده عايز يلمه وده عايز يلمه اللي اتنين عايزين يلمه محيجيبوا لأكل منين انت سعدتك ما عطتش آكل يبقى انت لازم تنقل العليقة حسب الوزنة أو حسب احتياج الحيوان ليه؟ لأن احنا قلنا فيه عنده نوعين عليقة حفظة وعليقة إنتاجية سعد بيتزمن عملية الحمل مع الحلابة بالنسبة لأبكار بمعنى إيه؟ أنا عندي حصل النهاردة عملية ولادة بالنسبة للأبقار بعد ستين يوم حصل عملية شياحة وعملية تلقيح وإخصاء هي بتديك لبن في خلال الستين يوم بيديك لبن طيب أحسن كمية إنتاج هذا الحيوان من اللبن بلاحظها من الأسبوع الرابع إلى الأسبوع السادس بالنسبة لحيوان اللبن دي أعلى كمية لبن طيب بعد الأسبوع السادس الأسبوع الثامن بيحصل فيه نشاط للمبيض عشان خاطر أنه يستعد إلى تلقيح جديد أو إلى إخصاب جديد ويحصل لعملية حمل فبالتالي بيحصل انخفاض لكمية إنتاج اللبن يبقى أنا لازم في اللحظة دي أخش به التغذية والتغذية الموجودة عندي عشان تقدر تساعد عملية الإخصاب اللي هي موجودة وفي نفس الوقت عملية الإنتاج بالنسبة للبن فبحث بذلك على أساس الكيلو جرام الواحد لذلك بزود الأبقار بالمركزات اللي هي موجودة سواء كان الدريس أو الأعلاف الخضراء سواء كان أعلاف خضراء صيفية أو أعلاف خضراء شتوي ده تغذية الأبقار اللي هي البقارة لكن لو ما جيت تحدست عن تغذية الأبقار الحلابة في عندي أبقار في مرحلة الحلابة بمعنى إيه؟ إنها بتديك إنتاج علم اللبن نفترض إن السررة ديها عندك بتديك 20 إلى 30 كيلو لبن يبقى في اللحظة دي مرحلة لسه ما حصلش لها عملية تلقيح وغصاب للموسم الجديد أو السعادة للموسم الجديد هي بتعطيك لبن يبقى أنا في اللحظة دي بعمل إيه؟ إن أنا بوزن لكل كيلو جرام من العليقة الموجودة عندي لكل واحد كيلو جرام لبن بمعنى إيه؟ على أساس كمية اللبن الناتج يتم حساب كمية العليقة مركزة لكل واحد كيلو جرام وتختلف هذه الكمية باختلاف السلالة وعممًا إيه اللي بيحصل؟ إن أنا بعطي واحد كيلو جرام حليقة مركزة لكل 2 كيلو جرام لبن هو زي ما قلتلك في بداية الحلقة الكيلو جرام لبن بياخد نص كيلو جرام من العلف يبقى إذن الـ 2 كيلو جرام لبن لو الحوان بيديك 2 كيلو جرام لبن لكن لو الحوان بيديك 2 كيلو جرام لبن يبقى أنا أصلا مربهوش يبقى ده حيوان غير منتج لكن الحيوان المنتج مش أقل من 10 إلى 15 كيلو 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو وإنت ماشي لكن الحوان بيديك 2 كيلو لكن نفطرد الحوان ده هو توصل معاك إلى 2 كيلو بس بيوصل معاك إلى 2 كيلو إمتى؟ في نهاية مرحلة عملية الحلب يعني في آخر الموسم خالص لأن الحوام بيكون عشار وفي نفس الوقت انتاجه قلي من اللبن يبقى له كل 2 كيلو جرام من اللبن بدي له 1 كيلو جرام من العليقة اللي هي موجودة عندي العليقة مركزة بجانب التغذية على علاقك الأخرى زي البرسيم سواء كان في الشتاء أو الضروة سواء كان في الصيف يبقى ده في اللبن البقري على أساس كمية الدهن بقى أنا أترك كمية الدهن أحسبها إزاي أساس كمية الدهن واحد هيقولي طبعا إحنا كمية إنتاج اللبن إحنا عرفناها أنت سعدتك بتقول أنه كل 2 كيلو جرام لبن بدي له كيلو جرام من العلف طبعا إنت هنا تتركت إلى ظاهرة أخرى اللي هي نسبة الدهن أنا عارف أنا راجل بتاع إنتاج حيواني وعارف أن النسبة الدهن في اللبن البقري بتتروح من 3 إلى 4% أو من 2.9 من 10 إلى 4% وفي بعض الصلاة بتصل إلى 5.5% زي الجيرسي أو السمنتال بتبقى أعلى في نسبة الدهن طبعا أنا أقدر أنا فلاح أقدر نسبة الدهن إزاي أنا مش كل يوم ساعدتك أنت بتحصل على اللبن من هذا الحيوان تمام أما بحصل على هذا اللبن من الحيوان مش باخد اللبن دوت وبعمل له عملية اختبارات سواء كان في المعمل في المعامل طبعا موجودة وبأقدر أقدر نسبة الدهن موجود فيها عشان أقدر أطلع نسبة الزبد اللي هو موجود فيها اللي هو السمن البلدي اللي هو موجود اللي بيطلع من الزبد الزبد ده عبارة عن الدهن اللي هو موجود الدهن اللي هو موجود ده جاي من إيه؟ جاي من تركيب العليقة بالنسبة للحيوان لو انا مغزيتش هذا الحيوان تغزية سليمة فيها كاربوهايدرات فيها ناشويات فيها املح معدنية فيها فيتامينات فيها ادفات غزائية فيها عناصر معدنية كل الحاجات دي كلها التركيبة كلها بتؤثر بعد ذلك الى نسبة الدهن اللي موجودة فبعمل ايه النهاردة طليها لحوالي 20 كيلو من اللبن بكرة 33 كيلو من اللبن باستقلص نسبة الدهن دي بجلها وبجمحها على مدار الاسبوع لكل كيلو جرام من الدهن اللي هو منتج بخلاف ان الكل 2 كيلو كيلو جرام معلف اغزي هذا الحيوان على اساس نسبة الدهن يبقى انا افترض ان هو قدني كيلو دهن على حساب طول الاسبوع بجمح كمية الدهن طول الاسبوع وبشوف الحيوان ده هو قد ايه نسبة الدهن فبقوله لكل كيلو جرام دهن من اللبن بديله كيلو جرام من العلف المركز يوميا يبقى أنا كل أسبوع السبت الحد الاتنين التلاتة الاربع الحد كل الأسبوع بياخد الدهن اللي هو موجود باستخلصه عن طريق المعامل وبجمع نسبة الدهن دي كلها وبقول الحيوان دهوت جاب لي اتنين كيلو دهن فيه خلال هذا الأسبوع يبقى كل يوم لازم أعطي هذا الحيوان اتنين كيلو علف زيادة بخلاف التغذية على العليقة الحافظة تمام برفع ليه زائد التغذية على العليقة الانتاجي يحن قلنا العليقة الحافظة 1% من وزن الجسم دي سابتة يعني إيه 1% من وزن الجسم او عن تلك تاني وقرار تاني عشان دايماً بتيجي في الامتحانات 1% من وزن الجسم لو الجسم عندي 400 كيلو بديله 4 كيلو علف طيب أنا اتتركت الثلاث حاجات هنا في اللحظة دي هل 1% من وزن الجسم ولا هل نسبة الدهن الموجودة ولا هل كمية انتاج اللبن يبقى التلاتة مع بعضيهم بمعنى إيه إن أنا بدي واحد في من وزن الجسم 4 كيلو خلاص هو وزن ربعمائة كيلو يبقى فيه هنا كده معي كده 4 كيلو طب اللبن افرد إن هو الداني حوالي 10 كيلو علف العشرة كيلو علف إحنا قلنا لكل 2 كيلو لبن بديله كيلو واحد من كل 2 كيلو لبن بديله كيلو علف يبقى مجمع الاتنين مع بعضهم يبقى 4 زائد 1 يبقى كده هياخد 5 طيب فيه خطوة تانية اللي هي نسبة الده لكل كيلو جرام من نسبة الضغط بدي له كمان كيلو جرام من العلف إذن كده الحيوان يوميا إذن الحيوان كده هياخد عندي 6 كيلو أو 8 كيلو علف 8 كيلو علف دول أو 10 كيلو علف دول بقسمهم على مرتين يعني مرتين بدي وجبة صباحا وبدي وجبة مساء بخلاف التغذية على المواد المالئة سواء كانت مواد مالئة خضراء شتوية أو مواد مالئة خضراء صيفية زي الضراوة أو زي السلاج في سلوة غذاء محفوظ بمعزل عن الهواء اللي هي عليها الخضراء زاد اللي هي كمية الأدبان وكمية أش الأرز وكمية المخلفات اللي هي موجودة داخل المزرعة على ممكن أصل بيء السلاج ممكن أدي السلاج لحد 25 كيلو في اليوم بس ما يقلش عن حوالي 4 كيلو أو 5 كيلو في اليوم سلاج يبقى أدي السلاج حوالي من 6 كيلو لحد 25 كيلو بجانب التغذية على عليها الحافظة زي مدتك مثلا 4 كيلو زائد كيلو كمان تاني من مقابل اللبن زائد كيلو يوميا كمان تاني بقى كلا الحوالي هياخد 6 كيلو 6 وعاء 25 ينات يبقى إذا الحوالي بيأكل حوالي 50 كيلو من العليقة في اليوم حسب سعة الكرش شوف أنت كرش الحوالي بيستهلك قد إيه أو بيستوعب قد إيه عليقة مالئة وعليقة حافظة وعليقة انتاجية وعليقة حسب نسبة إليه الدهن اللي هي موجودة فتغذية حيوانات اللبن دي في فترة الجفاف مهمة جدا 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 بالنسبة لحيوانات اللبن فترة الجفاف ساعات بتزل في الحيوانات العصيلة إلى 60 يو يبقى فترة الجفاف دي اللي هي ما بفيش فيها ولادة خالص أو الحيوان ما بفيش إنتاج من اللبن لو جيت عرفة عرفة فترة الجفاف أقول هي الفترة التي يتوقف فيها الحيوان عن إنتاجه من اللبن عشان دي بسميها فترة الجفاف في الماشية الأصيلة بتكون حوالي شهرين يعني 60 يوم أو من 60 إلى 70 يوم لكن لو أنا لجيت لجيها على الحيوانات بتاعتنا المصرية أو الحيوانات البلدية الموجودة بتلاقي فترة الجفاف حوالي من 3 إلى 4 تشهر وساعات بتصل إلى 5 إلى 6 تشهر و 8 تشهر ودي في الجموس وبلاحظ أن في عندي ظاهرة في الجموس اسمها ظاهرة التفويت بالنسبة للجموس بمعنى إيه؟ كل ما طالت فترة الجفاف كل ما أثر على الحياة الإنتاجية بالنسبة للحيوان يعني في طالب الحيوان هيعيش عندي مثلا حوالي 10 إلى 15 سنة المفوف في 10 إلى 15 سنة هيولد لي حوالي 8 مرات أو 9 مرات يبقى إذن لو الحيوان ده هو طول في مدة الجفاف بقت حوالي 16 بالنسبة للحيوان بقت شهرين يبقى إذن الحيوان ده هيولد عندي في 10 إلى 15 سنة هيولد عندي كام؟ هيولد عندي حوالي 6 إلى 7 مرات يبقى بتقلل عدد الولادات اللي هي موجودة داخل المزرعة لكن فترة الجفاف بالنسبة للحيوان مهمة جدا في تغذيتها بالنسبة للحيوانات عشان الجنين يقدر يحصل على جميع الأجهزة أو على جميع الغذاء اللي هو اللازم في هذه الفترة كل ما زادت الإدرار بالنسبة للحيوان زادت احتياجات الحيوان من معادل النشخ أو من نسبة البروتين أو البروتين المهضو مما بيتطلب إلى خفض كمية المواد المالئة التي يتناولها هذا الحيوان البادة الجفة بديها للحيوان بالنسبة 3% من الوازن كما أنه لابد من احتواء العليقة على مواد غليظة بقدر كاف ليه حتى تتحرك القتلة الغذائية اللي هي موجودة أنا تتركت معاك في الحلقة بقولك في بعض الفلاحين أو بعض المزارع بيضع أكل بالليل ليلا اسمها عليه التسهير بالنسبة للحيوان عشان خاطر أنه يحرك القتلة الغذائية اللي هي موجودة لأنه طبعاً 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 عارفين عندنا الشبكية عندنا المعدة اللي هي الأنفحة عندنا اللي هي الورقية عندنا الكرش دي كلها بالنسبة للحيوان زي ما احنا شايفين في الصورة معنا دي كلها المعدة المركبة بالنسبة لهذا الحيوان وإحتياجات أبقار الحليب بتحتاج أبقار الحليب إلى كميات عالية من المركزات في غذائها هذا الأمر بيتترك إلى رفع تنزيم نسبة الكرش بالنسبة لهي حيوانات اللبن إن شاء الله وصلنا مع بعض إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة تحياتي وتحيات أسرة القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة